اشتركوا في القناة وهو ماذا يعني ان تعترف الحكومة الحالية في العراق حكومة بغداد بان نسبة الفقر في العراق بلغت 25% من اجمال السكان في عام 2022 ماذا يعني هذا؟ طبعا بغض النظر عن هذه النسبة انها مو حقيقية واقع الحال وكل الدراسات وكل الجهات النزيهة التي تعرف واقع الحال طبعا يقول ان نسبة الفقر في العراق تتجاوز 50% لكن مع ذلك هم يقولون 25% وال25% يعني ذلك انه اكثر من 12 مليون عراقي هم تحت خط الفقر هؤلاء الامتلكون يعاني يأكلون من المزابل ومصيبتهم مصيبة في بلد واردات النفطية السنوية تزيد عن 100 مليار دولار ربع السكان تحت خط الفقر لا يجدون لقمة العيش لا يجدون وسيلة لمورد يعينهم على الحياة وفي بلد في بلد مواردة نفطية هكذا اكثر من 100 مليار 120 يعني في هذه السنة يقولون الواردات وصلت الى 115 مليار فقط من النفط طيب كيف يمكن نظر الى هذا التناقض الكبير شعب يقف على بقعة ارض هي من اغنى بقعة الارض في العالم اغنى بقعة ارض في العالم تحت يعني آبار من النفط عدا ثروات الاخرى الطبيعية التي يعني حبى الله بها العراق كثير وهي كثيرة دعك من الزراعة ودعك من هذه اللي انه قتلوها لكن ثروات اخرى كثيرة ومعادن وفوسفات وغيرها كثير كثير عدا هذه فقط النفط هو يعني العراق على بحيرة من النفط كما يقال كما يقول كثير من العلماء المتخصصين في طبيعة الارض في التنقيبات يقولون ان العراق ومتخصصين بالنفط يقولون العراق يعني على بحيرة من النفط وبالتالي ربع سكانة بعد 20 سنة من الحديث عن الرفاهية والانقلاب على البؤس والظلم والتظلم وكل هذه القصص التي سمعناها وسمعها كل الشعب العراقي جئنا من اجل يعانة المظلوم ورفع الظلم والحيف عن الناس واذا بالناس تزداد فقرا تزداد مرضا تزداد امية تزداد خرابا وهم يعترفون بعد ان يقللوا النسبة كثيرا يعترفون بان 25% من العراقين ام من الفقراء هذا في وقت اللي كان في هذه العامة الى وزير للعمل شؤون الاجتماعية قبل سنوات وزير للنقل كان وسئله هل من فقراء يعني جاء طاري الفقر في العراق واذا به ينتفض ويقول لا فقراء في العراق ما عندنا فقراء في العراق ماذا يقول الان اذا كان قبل سنوات ماكوا فقراء من اللي وصل للعراق الان الى هذه النسبة وهو هادي العامري ما زال يحكم والخزعلي وغيره ونوري المالكي كل هذه الشل اللي جاءت مع الاحتلال كل هم الذين يحكمون من المسؤول هم اغتنوا والناس زادت فقرا هم ازدادوا مو ازدادوا هم كانوا فقراء لا يملكون شيء لكن اغتنوا على حساب الشعب العراقي حساب ثرواته والشعب تم افقاره سلبوا كل مقدراته والان الشعب يرزق تحت الفقر وتحت الجوع والكارثة كبيرة يعني عندما ارتفع سعر الدولار من خفص سعر الدينار يعني هذا ليس له تأثير على العراقيين اذا تحدث عن قارطة الفقر لماذا توسعت ماذا جزء من هذه السياسة العقيمة حتى تزيدون فلوسكم حتى تنهبونه والبنك المركز يبيع بسوق العملة فقط لسبوع الماضي ما اعرف كم مئتين ثلاثمئة مليون بايع دولار وبيعون بسوق العملة وتأخذها البنوك والشركات وتهربها الى ايران وغير ايران بحجة الاتيام بسلع فعندما يزيد سعر الدولار مقارنة بسعر الدينار وانقف السعر الدينار المواطن العراق الفقير هو من يدفع الثمن لانه بلد يعيش على الاخرين لا يزرع ولا يصنع وهو بلد مستهلك يعيش على السلع المستوردة من الخارج يكون شيء من الابرة الى اكبر شيء ومستوردة ويشتريها وكل هذه تأتي بالدولار فيزيد سعر الدولار وينقف السعر الدينار وهذا التضخم الكبير والمواطن من يدفع الثمن وهؤلاء اللي يزدادون غنى هذا واقع الحال بالتالي انت لديك الفقر هذا يؤدي الى خلل كبير هذا ينعكس بخلل كبير على التعليم خلل كبير على الصحة على صحة المواطن لانه لا يمتلكون مالا فلا يعالجون نفسهم ولا يذهبون الى المتارس ولا يشترون الكتب ولا يشترون الملابس ولا يشترون شيء وليس لديهم ما يكفيهم من الاكل لكي يغذوا انفسهم واجسادهم تكون قوية تواجه طبيعة الجو اللي موجود صيفا شتاءا حار برد لا يستطيعون امراض فيروسات لا يستطيعون ان يواجوها لانه قابليتهم ضعيفة هذا كل ينعكس من الفقر هذا جزء من الفقر وشعب العراق يعاني من الفقر الشديد وهذا الظلم الكبير هذه مدن الجنوب والتي قالوا جئنا من اجل مظلوميتهم انظروا كيف هي وضع هذه المدن ومن هم الفقراء في هذه الديوانية اكثر فقراء في العراق واخذ الناصرية بقار واخذ ميسان واخذ البصرة كل المدن وصولا الى بغداد اللي صار عدد نفوسه 9 ملايين يقولون وهذا كارثة كبيرة طبعا مدينة يعني المدينة رقم 41 في العالم بالاكتظاظ السكاني 9 ملايين نسم في مدينة واحدة في بلد كل نفوسه 40 مليون كارثة كبيرة حقيقة هذا جزء من من الفساد والخراب والدمار وعدم اتمام بالمواطن العراق هذا جزء من الكارثة التي حلت في العراق من عام 2003 وما زالت قائمة لذلك من يتحدثون عن نهضة من يتحدثون عن اعمار وبناء عليهم ان يبدأوا بالانسان ان يبدأوا بمحاربة الفساد هذا ويرجعون للمواطن العراقي امواله يرجعون الخدمات يرجعون لحياته ومنها يرجعون لحياته الناس تموت ولا تستطيع ان تجد ما لن تنفقه للتداوي والذهاب الى الاطباء والمستشفى في ضل مستشفيات عقيمة من يدخلها مفقود ومن يخرج منها محمول على الاكتاف ليذهب الى المقبرة يعني المستشفيات صارت باب من ابواب المقبرة هذا واقع الحال الحقيقة ليس لنا نقول ان يعني ليس للعراقين الا الله ندعو الله ان يعني يرحمهم ويقف معهم في محلتهم الكبيرة هذه وقت هذه الحلقة قد انتهى اعزائي المشاهدين التقيكم في حلقة نقرأ الى ذلك الان استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة